أنا نيجي بقى محلياً الدور المصري هي أخبار وشايف أبرز الصفقات اللي حصلت فيه هي إيه؟ وإمتى هيعلن اسم المدير الفني الجديد للنادي الأهلي؟ بص الموضوع يمكن شوية فيه عدة أمور بخصوص المدير الفني اللي هيقول لك أنا عارف اسم المدير الفني؟ هو مش معندوش معلوم لأن الاسم معك كابتن محمود الخطيب ده أول نقطة اسمي تكلم فيه استقر عليه ولا لسه؟ لا اللي يقول لك برضو إن هو خلص مدير الفني ومضى معاه وتلات سنين الأهلي أول ما يخلص مع المدير الفني هيتم الإعلان رسمياً طيب هو الأهلي أداري الملف إزاي؟ الأهلي أداري الملف إن هو الأول بص طيب إحنا عاوزين نحط مواصفات للمدير الفني الجديد بعد المدير الفني اللي إحنا جبنا ده إحنا ما نجحناش خالص مع ريكاردو سواريش ريكاردو سواريش كمدرب ليس على قمة نادي الأهلي استعتقد خذ فرسته؟ والله بص هو مش محتاج هو مش محتاج يخذ فرصة أكتر من كده يعني بجد يعني الموضوع صعب جداً و بعيد تماماً 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 عن دور المصر مش أولك عن نادي الأهلي يعني بعيد تماماً عن طموحات حتى نادي الأهلي العيب مستوحش ويقولك أنا الحمد لله محافظ على أن أنا ما يدخلش فيه هدف فهذا مش نادي الأهلي يعني أو مش مدرسة نادي الأهلي وهو الأهلي على فكرة لو كان عارف كواساً أو أن اللعيب الرجل ده تظلم كان خلاه كمل لأن الأهلي ما بيدرش يعني عن طريق رأج مهير يعني نادي الأهلي بيقول أنه في كمية عظيمة ما بين النادي الأهلي والبرتغاليين نادي الأهلي كمية يعني أنت لو تبص فيها أنت آخر مدير فني ببرتغالي جيبتو كان صارش لا دليل إن ما فيش مدربين كبار في برتغالي يمكن كان آخر مروي فيتويا وضط عقد مع منتخب مصر يعني فشلت أنك تجيبه فدلوقت القصة كلها راحة لحيتة ألماني فكروا في كيروش اللي كان مرسك منتخب مصر لكن لقوا برضو أن الموضوع بعيد جداً وأن الرجل مش مرحب شوية بتدريب الأندية عن المنتخبات وانت هو شوف نسنه كبير ففي المنتخبات أفضل فكروا في وحيد خليلوزيتش ده مدرب بوسني كان مدرب المغرب أهل منتخبات لكاس العلم زي المغرب والجزائر وكوديفوار مدرب عنده السيفي قوي جداً في أفريقيا ولكن برضو شايفين في عيب أنه صدامي مع النجوم الفريق فكروا في ماركو روزا ده وعنده كان مدرب بروسدورت من الألماني لكن لقوا سعره عالي جداً يوصل لخمسة وستة مليون يورو وبجانب ده إن هو مش حابب يدرب في المنطقة العربية وإيه في أفريقيا فإنت هنا القصة كلها برضو بتغضع مش بس فلوس إن قتقنا المدير الفني الجديد ده بمشروع لكن هو التوجه داك المجلس الدرافي ده اللي نقدر نقوله كاجتهاد ووصلنا له كمعلومة المدرسة إيه؟ هو أكيد المدارس ببرتغال هو ياريت لو في مدارس ببرتغالي الأهل هي رحب جداً ولكن الأهل حاطت ألماني وحاطت بعديه ببرتغالي وحاطب برضو الحتة بتاعة الأرجنتين باعت تماماً بعن القصة اللي هي الأوروبية تماماً هو شايف إن التلات مداربين دولت هم اللي قدروا ينجحوا في الكرة المصرية يعني على أي حال إحنا في انتظار تسمية المدير الفني الجديد للنازل آلي